بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعطفه والصلاة والسلام على سيد البشر وقاتب الأمرياء أما بعد زواج خديجة رضي الله عنها خديجة رضي عنها لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامها ميثر من سفر التجارة من سفر الشام ورأت خديجة رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان صادق الحديث وكان صاحب الأمانة وكان صاحب الأخلاق العالية وبسبب هذا هي وجدت ربح عظيم وجدت ربح عظيم نفع عظيم في التجارة ومثل هذا النفع لم تجد من قبل وهذا كله من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علمت أن هذا من خير ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يخطب خديجة رضي عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الرجل وبلغ كلام خديجة رضي عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قالت يا ابن عمي إني رغبت فيك لقرابتك ولشرفك في قومك ولأمانتك وصدقك وحسن خلقك هذا الرجل ذهب هذا الرجل ذهب وبلغه هذا الخبر عن خديجة رضي عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بأنها تريد الزواج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك يعني يعني تكلم أبو طالب وقال يعني ذكر خطبة وألقى خطبة خطبة الزواج وقال وكان عمره خديجة رضي عنها في ذلك الوقت أربعين سنة وتوفي عنها زوجها أبو هالا رضي الله عنه من قبل أبو هالا توفي من قبل ليس رضي الله عنه أبو هالا توفي من قبل وكان لها ابن من أبي هالا اسمه هد فهي كان سنها أربعين سنة ورسول الله سوسم عمره خمسة وعشرين سنة كما درسنا سابقا كان سفره للتجارة عندما كان عمره خمسة وعشرين سنة وبعد الرجوع من السفر مباشرة كان الزواج فأبو طالب خطب خطبة وألقى هذه الخطبة وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم يعني من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن أولادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته وزرع إسماعيل أيضا هنا المراد منه يعني من ولدي إسماعيل جعلنا من أولادي إسماعيل وضئذئي معد وجعلنا من ضئذئي معد يعني من أصل معد ومن معد معد ومعد من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم ابن معد ابن عدنان وعنصري مضر وجعلنا من عنصري مضر وهذا إذن بمن أصل وبمن الحصب جعلنا من حسب مضر ومن أصل مضر ومن نسبهم ثم قال وجعلنا حضنة بيته وجعلنا حضنة بيته الله جعلنا يعني نحن نقوم بحفاظة البيت بحفاظة الكعبة ونقوم بكفالة الكعبة وسواس حرمه وجعلنا سواس حرمه سواس هم الذين يقومون بحفاظة الشيء وبرعاية الشيء كما يجب كما يجب حفاظته حفاظته ورعايته هكذا يقومون به فالله سبحانه جعلنا حضنة بيته وصواس حرمه ثم قال وجعله لنا بيتاً محجوجاً جعل هذا البيت يعني الكعبة المسجد الحرام جعله لنا بيتاً محجوجاً أي بيتاً يزوره الناس لأجل مناسكهم ولأجل التبرك بهذا البيت وجعله لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً والله جعله حرماً آمناً وهنا الناس كانوا في الأمر أهله أهل الحرم كانوا آمناً حرماً آمناً أي حرماً آمناً أهله أهلهم كانوا أهل حرم كانوا آمناً ويتخطف الناس من حولهم يتخطف الناس من حولهم ثم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم الله جعل لهم حرما آمنا الناس حول واد القرى كانوا يتخطفون حول مكة المكرمة كانوا يتخطفون ويختلون ولكن الذين كانوا في حرم كانوا في أمل وسلامة ولأن الناس كانوا يحترمون مكة وكانوا يعظمون مكة ولأجل ذلك ما كانوا يؤذون أهل مكة فقال جعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس نحن نحكم على الناس ونحكم الناس يأتون إلينا بقضاياهم ونحن نفصل في هذه القضايا فهذا كله من فضل الله علينا ثم قال ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله يعني هو له شان عظيم هو لو يوزن به رجل لرجح به في الشرف والنبل والعقل والفضل يعني لو الرسول ستسم يوزن به رجل فرسول الله ستسم يغلب عليه في الشرف وفي النسب وفي الفضل وفي العقل وفي كل شيء كما بينا سابقا أيضا أن الملك قال له زنه بعشرة من أمته فوزنه فوزنهم رسول الله ستسم غلب عليهم في الوزن هكذا بمئة من أمته ثم بألف من أمته ثم قال لو وزنته بسائر أمته بجميع أمته لوزنهم يغلب عليهم في الوزن أي في الشرف وفي الفضل وفي النبل وفي العقل فرسول الله ستسم هو من أفضل الناس وهو سيد الأنبياء فقال ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح إلا رجح به شرفا وفضلا ونبلا وعقلا ثم قال وإن كان في المال كل يعني عنده مال قليل ليس عنده مال كثير وإن كان في المال كل لكن المال لا شيء قال فإن المال ظل زائل الظل يزول هكذا المال يفنى المال يصرف ويفنى ولا يبقى عند الإنسان أبدا وأمر حائل والمال أمر حائل عرض حائل وحاجز ومالع وكذلك قال وعالية مستردة كأن هذا شيء أعطاك أحد ثم يأخذ منك هذا الله سبحانه وترى أعطاني المال ومتى ما يشاء الله تعالى يسترد مننا هذا المال فهذا المال هو مال فان زائل وهو غاد ورائه غاد ورائه يأتي في الصباح ويذهب في المساء يأتي في المساء ويذهب في الصباح ثم قال والله وإن له نبأ عظيم في المستقبل إن له نبأ عظيم خبر عظيم سيشتهر ابني هذا ويكون له شأن عظيم في المستقبل وله خطر جليل يعني هو يمثل في الشرف وفي العلوب ويكون له نصيب عظيم من الشرف وثم قال وقد خطب إليكم رغبة في ابنتكم خديجة هو يريد أن يتزوج بابنتكم خديجة وقد بدل لها من الصداق كذا وكذا وذكر خمسة مئة درهم خمسة مئة درهم ذكر صداقا صداق يعني مهر مهر لخديجة رضي عم وعليه تم الأمر وعليه يتم الزواج فقبل الإسلام أيضا كانوا يخطبون هكذا وكانوا يعقدون عقد الزواج ويتزوجون الزواج يجد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلنا من نكاح كلنا من نكاح نعم فيها كلمات صعبة يجد ذلك أدرس قليلا نعم 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 زواجه خديجة زواجه عليه الصلاة والسلام بخديجة رضي الله عنها فلما قد ما تسنية الزمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غلامي خديجة رضي عنها ميسرة فلما قدم يقالوا قدم من السفر أي رجع وهؤلاء قدم من السفر فليجد ذلك هنا قدم بمعنى رجع فلما رجع مكة نعم خديجة فاعل رأت ربحها العظيمة النفع العظيم وجدت الربح العظيم والنفع العظيم تعرفون الربحة عندنا إذن المطاعم عندهم ربح كثير المطاعم في المدرسة مطاعم الطلاب عندهم ربحا كثير ما شاء الله على الأقل يعني يربحون خمسة وعشرين ألف أو ثلاثين ألف على الأقل صرات من الأميني أي فرحة فرحة من الأميني أي من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادقا وأمينا وأرسلت إليه تخطبه لنفسها أي أرسلت خديجة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن خديجة رضي الله عنها تخطب زواجه تخطبه لنفسها أي تطلب منه أن يتزوجها تخطبه لنفسها أي تطلب منه أن يتزوجها تطلب منه أن يتزوجها وكانت سنها أي عمرها نحو الأربعين أي مقدار أربعين أن نحو يأتي بمعنى المقدار أيضا نعم من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا أوسط نحن بينا سابقا أيضا الوسط يأتي بمعنى الخير بمعنى الخير والخير اسم التفضيل بمعنى أفضل فهي من أفضل قريش حسبا في النساء وأوسعهم مالا والحسب الفضائل والمناقب للآباء الفضائل والمناقب للآباء التي يعودها الإنسان أنا من ابن فلان أنا ابن فلان والدي كان كذا كان رئيسا في القوم كان كذا وكذا جئت من جزائر وكذا وكذا قام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه جمع عم مع أعمامه كما أن أبا طالب كان مع رسول الله الصلاة والسلام هكذا أعمامه الآخرون كانوا معه حتى دخل على عمها دخل على أحد أي زاره زاره حتى دخل على عمها أي عم خديجة رضي الله عنها واسمه عمر بن أسد فخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خديجة رضي الله عنها منه عفوا خطبها منه بواسطته عمه أبي طالب أعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب هو خطب الرسول صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحصلت حصلت هذه الخطبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضي الله عنها بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها جعله يتزوج معها زوجها عمها أي زوج خديجة رضا عنها عم خديجة رضا عنها عمر بن أسد من النبي صلى الله عليه وسلم خطب أبو طالب خطب أبو طالب أي ألقى الخطبة ألقى الخطبة كما أن الخطيب يلقي الخطبة هكذا أبو طالب ألقى الخطبة جعلنا من درية إبراهيم أي من نسل إبراهيم ومن أولادي إبراهيم عليه السلام والدرية والدرية درية أصلها بالهمزة وزرعي إسماعيل أي من ولدي إسماعيل من ولدي إسماعيل كذلك يعني من أولادي إسماعيل وضئذئي معد ضئذئ بمعنى أصل وبمعنى معدن وبمعنى معدن وبمعنى الأصل يعني كذلك بمعنى الأولاد والمعنى مكان كل شيء فيه أصله مكان كل شيء فيه أصله يسمى معدن فضئذئي معد بمعنى أصل معد وهذا إذن بمعنى نحن من أولادي نعم والحسب كما بينا يعني الذين عندهم فضائل ومناقب يهترونها فالمقصود من هذه الكلمات الأبى نحن من أولادهم من أولادهم ولكنه كان صاحب الفصاحة فاستعمل كلمات مختلفة لأن تكرار كلمة واحدة تكرارا كلمة واحدة في كلام العرب خلاف للبلاغة والفصاحة وليأتي ذلك ما قاله جعلنا من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل ومن ذرية معاد ومن ذرية مدر لا بل غير الكلمات وهذا الزمن كان زمن الفصاحة زمن الفصاحة كما ذكرنا أن الناس كانوا يعلقون يعني 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 أبياتهم إذا يعني قبلت عند أهل مكة في الكعبر المعلقات السبعة مشهورة نعم وجعلنا حضنة بيته أي حفاظ بيته جعلنا حضنة بيته أي حفاظ بيته نحن نحفظ بيت الله وجعلنا من كفلة من كفلة بيته الذين يتكفلون بالبيت يعني بالكعبر وسواس حرمه جعلنا سواس حرمه سواس هو هم الذين يقومون برعاية شيء كما يجب الذين يقومون برعاية شيء كما يجب فهؤلاء كانوا يراعون البيت يراعون الحرم كما يجب يعني كانوا يهتمون يهتمون بالبيت ويحافظون عليه وَجَعَلَهُ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرْمَا مِنَا مَحْجُوجًا أي مَزُورًا الذي يزوره الناس الذي يزوره الناس بيتا محجوجا يزوره الناس لأداء المناسك وللتبرك وَحَرَمًا آمِنًا وَجَعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا أي مكانا معظما أهله آمنون فيه حرم مكان معظم حرم هو مكان معظم آمنا أي آمنا أهله وَجَعَلَنَا حُكَّامًا أي جعلنا فياصل الناس جمع فاصل جعلنا فياصل الناس جمع فاصل الذين يفصلون في قضايا الناس الناس يأتون إليهم بقضاياهم وهؤلاء يحكمون في قضاياهم ويقضون ويفصلون في قضاياهم فهم حكام الناس مثل القاضي القاضي يأتيه الناس يأتيه الناس لأجل أي يقضي القاضي في أمرهم فهكذا كانوا يأتون إلى هؤلاء للقضاء وللحكم ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله نستطيع أن نجعل هذا محمد بن عبد الله وكذلك محمد بن عبد الله إذا نقدر فيه الأعني فيكون محمد بن عبد الله وإذا نجعله بدلا من ابن أخي كذلك يكون منصوبا محمد بن عبد الله لأن ابن اسم لإن محمد بن عبد الله لا يزن به رجل إلا رجح به لا يزن به رجل لو يعني رزنا بالرسول سيسم رجل آخر فرسول الله أي رجل كان أي رجل كان ورسول الله سيسم رجح به يعني يصبح أعلى منه ويصبح أشرف وأفضل منه نعم شرفا يعني علوا ومجدا شرفا بمعنى علوا ومجدا ونبلا نستطيع أن نقول كذلك فضلا أو ذكاء ونجابة ذكاء ونجابة هذا هو النبلو النبلو يأتي بمعنى الفضل أيضا ويأتي بمعنى الذكاء وبمعنى النجابة وكل هذه الصفات كان في الرسول سيسم رجل آسم كان من أكى الناس كان من عجم الناس وكذلك كان من أفضل الناس نعم وإن كان في المال قل وإن كان في المال قل أي قليل يعني وإن كان قليل المال وإن كان الرسول سيسم قليل المال وإن المال ظل زائل أي فيء فان الظل عندما تطلع الشمس وتكون الحرارة فالناس يستظلون تحت الشجرة الناس يستظلون تحت الشجرة لأن الشجرة لها ظل حتى يتحصلوا على الورودة تحت ظل الشجرة هكذا عندما يمشي الإنسان فيجد أن لآبائه هناك ظل كما ترون هنا هذا ظل وراغي ثم هذا يسمى ظل ظل زائل وهذا يزول هذا يزول الظل يزول هل تجدون الظلة في الليل؟ لا تجدونها الظل يزول ينتهي يفنى هكذا المال يزول ويفنى ولا يبقى دائما عند الإنسان لا يبقى عند الإنسان دائما هذا ظل هذا الذي ترون هذا ظل ظائل ينتهي لا يبقى يزول يفنى وأمر حائل هذا عرض حائل الحائل بمانا حاجز بمانا بانع بعض الإحيان المال يزبح يعني أمر حاجزا يمنع من شيء وعارية مستردة عارية هي الشيء التي تعطيه أنت لغيرك حتى تسترده منه هي فقط للاستعمال مثلا يعارة عارية مثلا طالب في صفر الرابع عنده كتب صفر الرابع عنده كتب صفر ثالث أنت تريد أن تدرس في الكتب ولكن ما عندك فلوس أنت تقول له يا أخي أعطني كتبك عارية وأنا بعدما أدرس في كتبك أرد إليك هو يعطيك الكتب لسنة واحدة هذا يتصمى عارية لأن هذه ترد عارية مستردة ومستردة ما يطلب رده ما يطلب رده مستردة يعني يستردده صاحبه أنا أعطيتك شيء للإستعمال وإذا احتجت إلى هذا الشيء أنا أستردد منك أطلب منك أن ترد إلي عارية مستردة وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم أي خبر عظيم له نبأ عظيم خبر عظيم بعد البعثة سيشتهر في الناس وخطر جليل وله نصيب عظيم من الشرف أو الخطر يأتي بمعنى هو مثيل في الشرف والعلوي هو مثيل يعني الناس يذكرون مثاله في الشرف يقولون حاملوا أن تكونوا في الشرف مثل محمد صلى الله عليه وسلم له يعني خطر جليل أي له مثال في الشرف والرفعة الناس يمثلون به في الشرف والرفعة فهو مثيل في الشرف والرفعة جليل أي عظيم وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة قد خطب إليكم أي طلب منكم أن تزوجوه ابنتكم خديجة خطب إلى أهل المرأة خطب إلى أهل المرأة معناه طلب منهم أن يزوجوه المرأة خطب إليكم يعني طلب منكم أن تزوجوه ابنتكم خديجة رغبة في كريمتكم أي طمعا في كريمتكم المرأة من كريمة ابنة ابنتكم رغبة في كريمتكم أي طمعا في ابنتكم خديجة طمعا في ابنتكم خديجة وحرسا على الزواج بابنتكم خديجة نعم وقد بدل لها من الصداقي أي أعطى لها من المهر كذا وكذا وهو خمسمية درهم المهر كان خمسمية درهم وعلى ذلك تم الأمر أي تم الزواج متزوجة قبله أي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هالة نعم توفي عنها وطوفيها من المسكين هند توفي عنها أي أبو هالة هو توفي عن خديجة رضي عنها يعني لما كانت خديجة رضي عنها في نكاح أبي هالة أبي هالة مات أبو هالة مات وله أي لأبي هالة منها أي من خديجة رضي عنها ولد اسمه هند اسمه هند حالة ليس أبو هالة لا ولد اسمه هالة ولد اسمه هالة ابن حقق هذا الأمر إن شاء الله ننظر ما هو الصحيح نعم وهو ربيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيب يعني الولد الذي يكون في حجر زوجة أحد لكن من رجل آخر يسمى ربيب مثلا إذا تزوجت امرأة توفي زوجها وكانت عندها ولد أو كانت عندها بنت صغيرة في حجرها فأنت تزوجتها فهذه البنت أو هذا الولد يسمى ربيب لك يسمى ربيب لك يسمى ابن امرأة الرجل من غيره ابن امرأة الرجل من غيره ابن امرأة الرجل أنت رجل لك امرأة وهذه المرأة لها ابن لكن ليس منك من رجل آخر هذا يسمى ربيب والمؤمنة ربيبا جاء في القرآن الكريم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن يعني إذا تزوجتم امرأة وأنتم جامعتموهن ولهن بنات لا يجوز لكم أن تتزوجوا بهذه البنات فإن لم تكنوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم فإن لم تكنوا دخلتم بنا تزوجتها وطلقتها بدون الجمع الآن جاز لك أن تتزوج بربيبتك لأنك ما جامعت أمها الصحيح هو 40 وهذا هو المشهور وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن امرأا شهوانيا كما يقول المستشرقون المستشرقون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم هو منع أمته من الزواج بأكثر من أربعة وتزوج بنفسه في وقت واحد بتسعة من النساء فكانوا يقولون أنهم كان رجلا شهوانيا يحب الشهوى العياذ بالله فنحن نقول أولا الإنسان عندما يكون في زمن الشباب يحب أن يتزوج بامرأة عمرها ستة عشر سبع عشر تماني عشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في عنف شبابه في ذلك الوقت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة توفي عنها زوجها ولها أولاد أيضا وتزوجها وعمرها أربعين سنة ولو كان رجلا يعني يحب الشهوى لتزوج بلساء من قريش التي يعني في عمره ستة عشر أو سبع عشر والرسول سسم يجد لأنه كان من أفضل قريش حسبا ونسبا فيجد وكذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس إلى الله تعالى جاءوا إليه وقالوا لو أردت أن تأخذ المال جمعنا لك المال جمعنا لك المال وأعطيناك المال وتصبح من يعني أوسع الناس مالا في قريش وإن أردت أن تتزوج النساء فاختر من أي نساء قريش شئتا فاختر من أي نساء قريش شئتا ولكن أترك الدعوة إلى الله أترك الدعوة إلى الله لا تسب آلهتنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا فلو كان رجلا يحب الشهوى لاختار هذا وقالوا كذلك اختر عشرة من النساء شئتة من قريش من أفضل النساء قريش ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج بمرأة باكرة إلا عيشة رجل عنها وذلك بأمر الله تعالى هذا إذن بأمر الله تعالى وبقية النساء التي تزوج هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما كانت متلقات فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج هنا لتطييب خادرهن ولأنها مثلا كانت مسلمات وطلقها أحد أو توفي عنها زوجها أو استشهد زوجها في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ عليها وأراد أن يقوم برعايتها وحفاظتها وكذلك من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم في النساء هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له حياة داخلية وحياة خارجية حياة خارجية أخذها الصحابة رضا عنهم ونشرها في الأمة أما الحياة الداخلية في البيت فهذه لا يمكن يحملها الصحابة لا بد أن يكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي يحملنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الداخلية فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نجد الصحابة كانوا يجدون مشاكل بعض الأحيان بعض المسائل ماذا نفعل؟ يرسلون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحدة لا تعرف إلى الأخرى لا تعرف إلى الأخرى لا تعرف إلى الرابعة هي تعرف المسألة لو كانت واحدة ربما لا يحدث هذه المسألة عندها وهكذا يعني المسلمون لا يعرفون كثيرة من المسائل التي تتعلق بالحياة الداخلية في البيت وهكذا يعني كان مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من الزواج هو دخول الناس في الإسلام دخول الناس في الإسلام مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رئيسة بني المستلق ابنة رئيس بني المستلق وهذا حتى يدخلوا في دين الإسلام وكل هذا يعني لأجل الدين لأجل الدين لأجل نشط الدين لأجل تبليغ الدين ولأجل التطييم الخاطر وغير ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الشعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو لو نحن ننظر في الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان للمسلم حق الزواج بأربع لأن الله جعل فيه هذه القوة وهذه الصلاحية هو يستطيع أن يقوم بالزواج بأربعة نساء والله أعلم بذلك يمكن واحد يقول أنا أقدر على مئة نساء لكن الله سبحانه وتعالى أعلم من الإنسان كم هو يقدر لأنك لا تبقى معها فقط لشهر أو شهرين أو لسنة بل طول الحياة فالله جعل لك نظام أربعة لأن الله أعطاك قوة أربعة نساء والرسول الواحي رسول الواحي عنده قوة أربعين نفر من الجنة أربعين نفرا من الجنة والرجل الواحد من الجنة عنده قوة مائة نفر من الدنيا فالرسول الواحد عنده قوة أربى آلاف رجل وأربى آلاف رجل لو يتزوجون بأربعة يزبه ست عشر ألف نساء يعني الرسول سيسم الله جعل فيه قوة ست عشر ألف امرأة ولكنه تزوج بتسعة فقط في وقت واحد فلو ننظر إلى هذه القوة كانا قادرا على هذا لكن ما كان يخضي شعوة شكرا